بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أرحبكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم راح نتحدث عن يونت 20 بكتاب الالقرامر وبهذا اليونت نحكي عن I am going to ال going to هنا معناها سوفة وقبل كل شي خلينا ناخد القاعدة مالتها حتى تكون صورة واضحة شوف القاعدة فاعل زائد ازا وارو ام زائد going to زائد فعل مجرد زائد تكملة I leave tomorrow I am going to leave أنا سوف أو غادر هذا القوم ومعناها ذهبه ولا معناها يذهب ولا مضارع مستمر هذا يسمون المستقبل بالgoing to شوف القاعدة مالتها شلونة فاعل زوار وام going to فعل مجرد I am going to leave tomorrow نفي فاعل زائد ازا وارو ام زائد not زائد going to زائد فعل مجرد زائد تكملة I am not going to leave tomorrow حالة السؤال خليل يزوي الارام بالبداية فعل going to فعل مجرد تكملة are لأن الفاعل يوجمع going to eat are you going to eat anything هل ستأكل شيئا ما بمعنى هذه الجملة إذن إذن الgoing to هنا معناها سوفه وليس معناها ذهبه مثل ما يعتقد بعض الطالبين طيب بعد ما أخذنا الgoing to يقول تستخدم تستخدم الgoing to ويا something مع something have already decided to do الشيء اللي أنت مقرر راح تفعله مخطط له مية بالمية تستخدم له الgoing to شيء أنت مخطط تريد يسوي فراح نستخدم الgoing to طيب شوف هنا يقول I am doing and I am going to do يقول I am doing it is already fixed or arranged for example you have arranged to go to somewhere or to meet somebody I am leaving next week يقول من أحط المبارع المستمر فمعناه أنا يعني مخطط لهذا الشيء وهذا الشيء سيحدث مئة بالمئة إن شاء الله يعني أنا مخطط لهذا الشيء مية بالمية يعني الشيء ثابت خلينا نقول عليه fixed ثابت هذا بالنسبة للمضارع المستمر يقول أنا مغادرا هذا الأسبوع القادم أنا ماشي شيء ثابت محدد محدد بوقت بينما الgoing to أيضا تخطيط وإيضا للمستقبل ولكن الشيء يعني لربما لا يصير لا يصبح مو مثل الgoing to الgoing to خلينا نقول قريبة شيء رح يصير مية بالمية أما الgoing to أيضا تخطيط أيضا تخطيط ولكن يعني شلون إحنا نقول مخطط لهذا الشيء أوكي مقرر يخط لسوه هذا الشيء بس يعني ما يعرف إش وقت رح يسوي مخطط لقيام هذا الشيء ولكن ما يعرف إش وقت أما بالأولى فمخطط ويعرف إش وقت فالgoing to تخطيط بدون ما يحدد مدة زمنية أو وقت معين يعني فمثلا يقول Yes I know I'm going to clean them أنا راح أنظفهم إذن بس شوكت ما محدد جملة الثانية I don't want to stay here ماريد أبقى هنا تمورو I'm going to look for somewhere أنا الباتشر راح أبحث عن مكان ما بس يا مكان ما ندري ما محدد إذن الgoing to ما يصير بيها تحديد بيها تخطيط وبيها نية ولكن ما بيها تحديد ما بيها تحديد أما المضارع المستمر لما يستخدم للمستقبل فيكون بيها تحديد الجملة هنا يقول I don't know what I am I'm going I'm doing tomorrow لا أعلم ما الذي سوف أفعله غدا محدد tomorrow دائما نقلنا المضارع المستمر بيه تحدد أما يقول I don't know what I am going to do ما راح أعرف شراح أعمل about a problem عن المشكلة هنا ما محدد وقت دائما الgoing to ما بيها تحديد وقت الgoing to دائما ما بيها تحديد وقت حتى هنا يقول لك لما يكون المعنى شيء ما حدث ما سوف يحدث في المستقبل يعني نستخدم المضار الgoing to فيقول he is going to walk into the wall يعني راح يضرب الحائط حدث سيحدث when we say something is going to happen situation now makes clear the man is walking toward الرجال دائما يمش على الحائط إذن هو راح يصدن بالحائط بس شوكت أنا ما دري بس هو قريبا يعني بالمستقبل بس شوكت شوكت ما عرف بالضبط بس هو راح يصير هذا الشيء وقد لا يحدث ممكن يتوقف فهاي الفكرة هذا بعد مهمات هنا أخذ ملاحظة لما أريد أتحدث عن شيء بالماضي تخطيط بالماضي فأقول was aware زائد الفعل ب ing we were going to travel we were إحنا كنا سنذهب إلى لكي نرحل للسفر going to travel يعني سوف عفوا سوف نسافر كنا مسافرين أو ردنا للسفر هي شيء يعني بالماضي أنت مخطط للسفر يعني مثلا أنت شهر الواحد مخطط بشهر السادس رح تسافر تمام ها هي الفكرة يعني فمن أريد أتحدث عن تخطيط في الماضي أقول was أو where بدال الام والإز الار والآر والآر بدال هم هذه وهذه أمثلة we were going to travel I was going to cross أنا ردت أعبر الطريق حدث بالماضي يعني بالماضي يقول لا ردت أعبر الطريق يعني هو بعده ما عبر الطريق يليدي عبره يعني مستقبل في الماضي أقوم مستقبل في الماضي يعني هيتش فهذا كل ما يخص بالنسبة لوحدة عشرين أي سؤال أو استفسار احنا حضرين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته